موسيقى يواصل الخليفيون أسلوبهم القذر في القمع والانتقام من البحرانيين حيث أجلت محكمة خليفية اليوم الاثنين محاكمة آيات الله الشيخ عيسى قاسم إلى نوفمبر القادم في ظل انتشار واسع للمرتزقة في شوارع البحرين فيما أسموه بتدريبات أمن الخليج بلدات البحرين خرجت في تظاهرات وعمليات ميدانية رافضة للمحاكمات الجائرة والسمرار في خط مقاومة الغزاة الخليفيين لا يخيفهم ويثنيهم المرتزقة ولا قوى المحتل السعودي والإماراتي ولا الدعم الذي يحصلون عليه من الأنظمة التي تدعي الديمقراطية كالأمريكية والبريطانية منظمة ريبريف المناهضة للإعدام كشفت يوم الخميس الماضي عن تواطئ الأجهزة البريطانية في تدريب الخليفيين على التملص في تبرئة نفسها من حالات الوفاة ضد المعتقلين في السجون الخليفية بما فيها القتل تحت وطأة التعذيب كما جاء في صحيفة ميدل إيست آي البريطانية الأمر الذي يكشف حجم التواطئ البريطاني في الجرائم الخليفية ومع تعنت الخليفيين وإصرارهم على استهداف علماء الدين وكل القوى السياسية فإن الأمور تتجه إلى مزيد من التلاحم بين كل هذه الفئات ويأتي بيان كبار علماء البحرين الرافض للقوانين التي تتدخل في الخصوصيات المذهبية مؤكدا على هذا الأمر وبقي على البحرانيين أن يثبتوا فما النصر إلا صبر ساعة والحوادث في المنطقة تؤكد بحسب المراقبين أن الحكومات الوراثية في أفول والحسار وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر